هو احنا الغلط اللي بيحصل دلوقت يعني ليه النهاردة بنشوف المشاكل الكتيرة الموجودة دي يعني ما نقولش الزمن وما نقولش بقى الكلام ده في حاجة في حاجة غلط حصلت بتخلي اللي احنا فيه يعني كنت لسه يمكن بتكلم مع حضرتك قبل الهواء ان النهاردة الامهات يعني لما بنيجي نتكلم وما بيحاولوا يتخلصوا من ولادهم اكبر فترة ممكنة في اليوم عشان اخد وقت لنفسي انها اود دي حضانة بعد كده مش عارفة اعمل ايه بعد كده اعمل ايه عشان لما يرجعوا يبقوا تعبادين في نامه فاللي حصل غلط يعني ليه انا مثلا امهاتنا ما عملوش كده دي اكبر مشكلة بتحصل حاليا في البيوت انه مش عاوز ابنه او بنته او بنته او بنته معها تكون في البيت فبيتخلص كما قلت يعني منه او منها باكبر وقت ممكن عامل الصبر عند الاباء وعند الامهات بالنسبة لتربية الاولاد قل جدا تجدها غير صبورة مع اولادها وتجده غير صبور لا كده كده الولاد مش عايزين يعملوا حاجين مش عايزين يبقى ليهم اي اختلاط بالاطفال الام والاب غير صبورين مع اولادهم لو انا كاب او كام مش هصبر على تربية اولادي وعلى تربية ابني هصبر مع مين وهم اطفال لازم يعملوا الحركات لهم ويعملون لازم انا اصبر على على اللي هم بيعملون تايما الام هي التي تخرج اجيال واعية لما نشوف المفكرين والعلماء كان اكثرهم يعني اللي اثر في شخصيتهم هم الامهات ام الامام الشافعي علي رحمة الله مين رباه ربته امه تولد يتيم احمد ابن حنبل رضي الله وعنه ورضاه وغيره من الامة اتولدوا ايتام فربتهم امها صبروا ام الامام احمد ابن حنبل لما يقولوا انه يتعمل معي مع ابنها الامات اليوم هيستعجبوا كان هو يقول رضي الله وعنه ورضاه كانت امي بتصحين قبل الفجر وكانت بتسخل المياه في الليالي الشتاء الباردة وقبل الفجر بتلبسني وتطلع معايا وتوديني عند المعلم زي المدرسة وتعود الناس لقد تم خلص الدرس وتجيني تروحني البيت واخدت تعلمه في هذا السلك حتى صار مين الامام احمد ابن حنبل بسبب مين بسبب امه والصبر على تربية الاولاد فالتربية الاولاد في الزمن ده لابد له من الصبر من قبل الاباء ومن قبل امهات على الاولاد ليه الاولاد عندهم شي طبيعي عندهم فرط حركة بحب يلعبوا كانت التزامات اكيد طبعا ومن اهم الحاجات اللي يجب ان تخليها في نفس الطفلك في التربية عزز فيه الثقة بنفسه دايما امدحه بحب استفات اليه يعني لا تنكر عليه كثيرا في الزمن ده هو بحب اللعب ثم قالوا قبل ذلك لعب لعب ابنك سبعة اول سبعة سنين دولار لعب مع اولادك وقدب ابنك سبعة واخي ابنك سبعة ثم ترك له الحبل على غاربه لما تربي لما تلعب ابنك سبعة سنين اولانية هيحبك بعد السبعة سنين اول ما تقوله صلي صوم اعمل كده ما تعملش كده فهو هياخب منك الكلام لانه أحبك عشان جد فيد رسول الله كان عنده فكرة على هذه قال علموا اولادكم الصلاة لسبعة اول ما يبدأ سبعة سنين علموا الصلاة قبل السبعة سنين ما تعلمهوش اي حاجة خالص يعني قبل السبعة سنين ما هو هيشوفني مثلا بصلي ما فيش مشكلة خليه صلي اسألني اي انت بتعمل ايه فهاشرح له يصلي معاك لكن لا تأخذ يعني ايه خدوة معاك يعني تكون التربية بايه بالقدوة بالفعل